في الملف الرئاسي دخلت قطر على خط الوساطة حيث يجول مفادها على المرجعيات والأطراف السياسية فهل يحمل القطري في جعبته حلاً للأزمة السياسية اللبنانية؟ اليوم هذا التحرك يبدو أنه استباقاً لجولة الوزير الخليفي الذي قام قيل أنه سيكون بداية الشهر القادم في لبنان لبدء بمساعية بشكل علني يبدو هذه المرة ولكن كل ما قيل طبعاً أجرى جملة من الاتصالات حول كيفية الخروج من الأزمة لكن لم تتضح معالمها بشكل نهائي حتى اليوم لأنها هي جولة استطلاعية استباقية للزيارة الأساس المفاد الرسمي بداية الشهر هل يتكامل هذا المسعى مع المسعى الفرنسي أم يارثه؟ المبادرة الفرنسية ما زالت والمفاد الفرنسي سيعود إلى لبنان لكن بعد ذلك علينا أن ننتظر اليوم دولة الرئيس يسعى إلى أن يكون الحوار حواراً وطنياً شاملاً واسعاً ليثمر ويصل إلى نتائج متوخات منه خاصة بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه فيه كلم كثير حول مسعى القطرية وعملياً قطر تحاول بشكل غير معلن المساعدة بحل لأزمة الرئيسة لكن بالتحديد وانصر الموضوع أو شو طريقة العمل بعدها مش واضح الأمور أنه بالآخر فيه إطار عم يجمع الدول الخمس المهتمة بالمساعدة لبنان مفترض يعني يكون فيه تنسيق وتكامل بين هالمبادرات مع رئيس برري اللي هو يبدو يعني يدير الموضوع بشكل أو بآخر نحن حقيقةً منرحب في أي مبادرة عربية بتساهم في حل هذه المشكلة مشكلة الرئيسة لهذا الملف الأساسي ومفتيح الحل للأزمة في لبنان لأنه هذا المفتاح انتخاب رئيس بيتبعه إن شاء الله وضع طبعاً اقتصادي واجتماعي كل الأمور بتنحل ولأنتم متفائلون؟ والله نحن دايماً نتوقع على الله ونتفائل لا شك نتفائل بكل المبادرات اللي تساعد على حل هذه الأزمة لأنه لابد من الحوار من النقاش تحت أي عنوان كان إذا البعض بيتحسس من كلمة حوار نقاش لقاء تعاون في المقابل لفتت مصادر من الطير الوطني الحر لتليفزيون لبنان أنها منفتحة على أي حال من الدول الصديقة لمساعدة لبنان على تجاوز هذه الأزمة مشيرة إلى أن أي حل يجب أن يحترم الدستور اللبناني التغييريون من جهتهم أكدوا أن لا اتصالاً معهم من الجانب القطري لم نتسلم أي دعوة ولا قربنا من قريب أو بعيد أي مسؤول الموضوع تحمل 128 نائب مسؤوليتهم إن هذه المسؤولية لا يمكن تحت أي مسمى أو ذريع أن تكون خارج إطار 128 نائب نحن بعد ولا حدا نتصل فينا ولا تقبلنا مع الموفد القطري ما في معطيات لازم دائماً نعرف أنه كل دولة جاية تساعدنا كثيراً خيراً أنا ما عم أقول لا بس أكيد بيكون عندها مصالح لا إلا وإذا ما عم تعمل مصالح بلدة بيكون في شي غلط يعني لازم يعملوا مصالح بلدة قبل مصالحنا السؤال لازم يكون شو مصالح قطر بي أتسوي في لبنان إذن الأجواء في غالبيتها تعول على المبادرة القطرية المنتظرة علماً أن المبادرات الدولية السابقة فشلت في تقريب وجهات نظر القوة السياسية اللبنانية فهل ستنجح قطر في كسر الجمود الرئاسي فينتخب الرئيس العتيد؟ الجواب رهن الأسابيع المقبلة ماريا Pia Tanus, Bilal Shumen, Televizion Lubnan